أنا فكرت فكرة من شهرين ثلاثة دي فكرة البرومو بقى مش كده أنا عاجبني فكرة البرومو لأن البرومو ده بتاع نحن يعني بتاع برامج بتاع مسلسلات لكن الأغاني برومو دي يعني فكرة جديدة وحلوة هتكتب باسمك يا رامي عشان لو حد عملها يبقى أخدها عنك على طول لا بالعكس أنا ما حد يعملها دي حاجة تفسطني إن أنا عملت حاجة جديدة والناس كلها بتاعهم جاية بس أنا بتكلم إن الفترة بتاع الكليب دي إحنا كان عندنا اختيار إن إحنا ممكن نصور الكليب عادي زي أي مطرب بقية فنان وزي ما أنا عملت قبل كده من أول مغنيت يعني فلقيت إن أنا وده العادي ما أنا عملت كده كتير أنا ما عايز أعمل حاجة جديدة فأنا بسمع الشغل في الستوديو وبشتغل وبتجل وعايش في غص الكلام وغص المزيكة بتاع الألبوم أنا بقى بشتغل والألبوم بقى في الستوديو عندي في البيت ما بين أنا ألحاني وألحاني غير نات تانية فأكتشف من ضمن وأنا شغال إن أنا ممكن أطور الألبوم ده كله أعلان كده إن هو زي ما وصلت الأخي بتطور كده زي ما نات شطيته إن أتطور لك من كل أغنية إن شاء الله حتى 40 ثانية وأنا بقى كمشاهدة أبقى مشتاقة عايز أعرف طب أنا عايز أسمع القونية دي طب أنا عايز أشوف دي هتبقى شكلها إزاي طب فكرة حلوة بالضبط فجم الناس اللي معاها شغالين معاها في التيم اللي هو في الشركة عاملية عشان أنا المنتج في الشركة بتاعك أما مش حد بنتاجه بلوقتي فقالي ثنتين نصر فقالي طب خلي بالك الإعلام ده حيبقى مكلف جدا جدا لأن إنت كده هتطور ويومين تصوير ولبنان ولا دبي ولا مصر ولا فأنتي فاهمل التصوير يعني موضوع الناس تبقى شايف التصوير كده شايف إن موضوع عادي لأ موضوع المتعب لا طبعا مش عادي أنا عارف المجهودي بقى عامل إزاي طبعا متعب جدا وتكليف عادي جدا قلت لهم سبقى المشكلة ما إحنا التكليف هنجيبها تاني اي لا ممكن ما ترجعش تاني لأن اليوتيوب ما بيحسبش الناس بعد ثلاث دقائق يعني اليوتيوب ما عارفش الناس تعرف الموضوع ده لا يعني أنت بعد ما تخصي بعد ثلاث دقائق بيبتدل اليوتيوب يقلل ريتش عندك ويقلل الفلوس عندك ويقلل الفلوس عندك لقيت الموضوع داخل في حسابات كده أنا بيش علاقة بيها ايوة أنا عايز اشتغل فن بالضبط أنا عايز اعمل حاجة حلوة يعني ايوة هو صحيح يعني بطرهم بصوا بقى أنا هعمل وهعمل بيش دعوة انت بص ما هو كمان انت يعني الله يكون في عون الفنان وهذا الزمن لأنه انت عايز تقدم فن حلو فن راقي متعوب عليه كلمة تصوير اللحن موسيقى توزيع وفي نفس الوقت الناحية التجارية بقى اللي هي بتتبح احيانا يعني فانت مش عارف تمسكها ازاي ايوة هي طبعا جزء منها فان احنا سنانين كلنا بني بقى عايزين نلبس كويس وشكرا نبقى حلو ونغني كويس ونختار كويس بس في الاخر بيجي تيه جزء طبعا بتاع البزن شحيح هو بالورا والألف ناثاراتنا كان معجيد كان فأنا بالنسبة لي الموضوع ده عملي مفكر فيه والعملي هفكر فيه لأنه مش بتاعي ومش عايز يبقى بتاعي أنا هنمني جدا 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 ومن ده من اول ما اشتغلت من 2006 معطار الاريان انما اي تأثورة تنزلي واي عبنية تنزلي تبقى اول حاجة كوالتي تبقى حاجة مختلفة وحاجة جديدة ما حد اجتماعها قبل كده ما عنديش مشكلة ان انا عقدت انا ما عملش شغل بس ده معروف عنك انت طول الوقت حريص على شغلك حقيقي يعني يعني دايما شغلك انت حريص علي لما بنتافر دبي زي ما انت قلت مش هو على السعادية ان انا المعارضان البياض ولا موسم جدة ولا دبي ولا ولا اي حتة في الدنيا لما نسافر بره احنا في الآخر مش كل انا نسافر بره خلي بالك يعني مش كل النجوم في مصر عندهم الإمكانية والنجاح يتخليهم يسافروا بره والناس يعني يحطوهم بحثة جديدة انا بحس ان انا بتمثل بلدي لازم ان انا تكون قد الاسم اللي هي مصر في الآخر تكون قدوا بقى بالاغنية والكلمة والأداء والصوت كل حاجة